بسم الله ده كود نيزلاندي بيتكلم على model coordination اللي هو appendix i بيقول ان فيه مصوفة لازم نتباحها ولازم نحدد كل عنصر نحدد لموديل element storing من اللي عمل الانصر دوت دي الماتريكس نبدأ نشوف العناصر اللي موجودة ونبدأ نشوف التلاشات مع بعض بحيث مثلا الباب مع الحيطة ده ده موجودة بحيثي انما مثلا الفاير مع الكاميرات والحاجات الانشائية ده بيعتبر كلاش فنبدأ نشوف ايه بكلاشات اللي موجودة تعمل والحاجات اللي فيها مشاكل فيها حاجات اللي بيبقى لها أولوية فيها حاجات اللي بيبقى أولوية بتاعتها أقل فمن خلال الماتريكس دي نبدأ نفحص الحاجات وده عندنا فيه ناس كتير لازم تتعاون في الموضوع دوت بممانجر مثلا هيبدأ يعمل الكواعدة اللي هنشغل عليه ويبدأ نعمل الموديل اللي هنبدأ نعمل عليه الكلاش ويبدأ يشوف الكلاشات موجودة فين لو فيه اي مشاكل بيبدأ يبعدها للأقسام يقول مثلا الكسب ده يحرك أو الشخص ده هو المحتاج انه يعدل ونعمل اجتماع مثلا نبدأ نتناقش مع باية الأقسام كلها ايه الحلول للكلاش دوت فيه حاجات بيتبقى كلاش خط مع بعض وفيه حاجات بيش خط مع بعض بس المسافة بانه رويبة وقده يتعرض مع كود زي مثلا كهربا مع مية فلازم تقفية مسافة بحيث لو حصل ايه مشكلة في المية وما تتأثرش على القهرابة وتعمل ايه وتعمل مشاكل بنعمل مشاكل بنعمل الكلاش لحاجات العنصر مع بعض بحيث ممكن يكون فيه حاجة متكررة فلازم ما فيقاش فيه ايه عنصر مكرر وإلا ده هيعمل مشاكل في موضوع الحصر فنبدأ نشوف لو فيه اي حاجة متكررة نحزي في المتكرر نخلي العنصر واحد شكرا